اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 والأعصاب بتشد والأعصاب بتتوتر طبعا كل ما بنقرب كل ما الأمور بتبقى صعب علينا والله يكون فعون لعبي منتخم مصر والجهاز الفني منتخم مصر ده احنا قاعدين هنا ومش قادرين نمسك نفسنا نفسنا الساعات تمر بسرعة والمباراة ييجي عشان نعيش 90 دقيقة أكتر بتوتر أكتر بس احنا وصقين وعارفين ان الرجالة اللي لعبت مطش كوديفوار ولعبه مطش المغرب برجولة برجولة ومهارة وإمكانيات كبيرة يقدروا يعدوا مباراة الكاميرو ان شاء الله المباراة اللي هتقام النهاردة خلاص الساعة 9 مساء بإذن الله تبقى مباراة كبيرة لمنتخم مصري كل جاهز والكل قادر يلعب هذه المواجهة النهاردة كيروش تكلم عن السلاسي الغائم محمد الشناوي واحمد حجازي وأكرم توفيه بقى الرجالة كلهم جاهزين لهذه المواجهة كلهم قادرين يلعبوا هذه المواجهة في نقطة في منتهى الأهمية في منتهى الأهمية وأنا متأكد حالاتكم حاسين بيها زي حالاتي بالزبط اللي حصل في المباراة اللي فاتت لمنتخم مصر في البطولة مع أي غياب خلاك تبقى حاسس مايلعب أي تشكيل مايلعب أي لاعب في المباراة مايغيب الشناوي العظيم والحارس الأول لمنتخم مصر مايغيب أبو جبل الراجل جدا اللي عمل أداء ممتاز في الوقت اللي شارك فيه مايغيب أي لاعب يغيب حمد فاتح يغيب حجازي كل اللي بيغيبه دول حنا بنتكلم على أسماء عظيمة زي ما تكلم كروش النهاردة بس لما بتغيب منك أسماء عظيمة بتلاقي اللي موجودين في الملعب بيسده وأعظمه بيعمله أداء روعة فما بقيتش ألقان الناس الشغلة بالها هو بجبل هيلحق ولا لأ طيب حمد فاتح ممكن يلعب ولا لأ هو أيمن أشرف ممكن يلعب تاني في نص الملعب ولا مش هيلعب في نص الملعب كل ده بصراحة بقاش فريق معايا أنا مقتنع بحاجتين أول حاجة إن الراجل ده قال له سكيروش عرف يحط منظومة لمنتخم مصر وأي حد بيمشي عليها وده المدرب الناجح فرقشي باختصار شديد جدا في مدربين ممكن يغيروا طريقة لعب ممكن يغيروا من تشكيل ممكن يغيروا أي حاجة لو في لعب عندهم واحد بس غاب وبصراحة مرة أخرى وأنا قلت الكلام ده مبارح وأكرره تاني وهو النهاردة أكدوا في المؤتمر الصحفي لا تحدث عن تحكيم ولا تحدث عن ظروف ولا تحدث عن غيابات حتى لما بيتكلم على الأيبة عظيمة غايبة النهاردة قال لك إن اللي موجودين جمدين جدا وهيدين وأي حدوش اللعب موجودين هيدروا يسدوا ده المدرب ممكن يهي بقى يطلع في المؤتمر الصحفي ماهي التمهيدات حاله بقى يقول لك أصلاحنا الأنم الحكم عندي مشكلة يعني يدي المبارلات وبعد ما يدي المبارلات دي يروح يقول إيه لا بس الرجالة إن شاء الله تقدي عارفين أنتو فيه ناس بتمهيد كده فيه مدربين بيعملوا كده يقول لك إيه أنا أشيل الضغط من عليا وفاهم الناس إن احنا لو خسرنا في المباراة أنا غصبا عنه اللعيبة اللي أنا واخدها تصابت ولعيبة أساية وأعمدها أساسية في منتخب مصر لو خسرت المباراة هبقى مجاهز اللي أنا هقولي الحكم هو اللي خسرنا في المباراة يعني أنتو فاكرين طبعا وعارفين الشماعات الكتير اللي بتبقى جاهزة دي اللي ورا بعض هو بيشتغل هو بيأدي فاهم إن القايمة اللي اختارها دي هو اللي اختارها مش إحنا اللي اختارناها يعني معنا إنه هو اختار قايمة لمنتخب مصر إنه أي لعب هيجيب من القايمة دي هو مسؤول إن الباقي يأدي بنفس المستوى هو اللي اختار فهو شاي للمسؤولية وشاي للمسؤولية وشاي للمسؤولية بكفاءة شديدة جدا بقول لكم إحنا منتخب غاب عنه تنرحوا الراس مرمى السين وغاب عنه خط تفعب الكامل في البطولة أكرم توفيق اتصاب حياز اتصاب الوينش اتصاب واحمد فتوح قعد مطشين مصاب ورغم كده أداءنا ما تغيرش ده جير حمدي فتحي وجير عمر السلالي ما بدأش البطولة ورغم كده أداءنا ما تقصرش أداء رائع عشان الروح والحماس اللي عند اللعيبة ومش بس الروح والحماس عشان هي إمكانياتهم كبيرة الجيل ده رد على أي مشاكك فيه كان دايما الكلام إنه الجيل ده مش جيل جامد الجيل ده مش جيل كفق لا الجيل ده جيل ممتاز وجيل رائع جدا صلاح رائع وإنني رائع عمر رائع فتوح رائع حيازي والوينش رائعين عبد المنعي ممتاز محمود علاء وأبو جبل والشناوي وصبحي وجاد عمر السلية وحمدي فتحي هيلين أيمن أشرف رائع مرموش وتريزيجي ورمضان صبحي ومصطفى محمد رائعين وكل الأسماء اللي في المنتخب كل الأسماء اللي في المنتخب رائعين وزيزو طبعا عشان عامل أداء ممتاز كمان في البطولة في الفترات اللي بيشارك فيها مهنن لشين رائع رائع أي اسم في المنتخب أي اسم في قائمة المنتخب حتى لو نسيته دلوقتي سهوا كلهم رجال حتى اللي مشاركش في ولا ديئة في هذه البطولة راجل إنه بيدعم زميله وبيشتغل بهدوء بدون أي مشاكل كل حاجة حلوة في منتخب مصر نفسي بكرة الفرحة تكمل نفسي بكرة الفرحة تكمل وبإذن الله ربنا يكرمنا عشان اللي بيعملوا الرجالة دول في البطولة دي حاجة كده من ريحة الحبايب حاجة كده من ريحة الجيل العظيم لمنتخب مصر هو ده اللي بيحصل دلوقتي من الجيل ده عشان كده مبسوطين بيهم وفرحانين بيهم بعد ما كانوا بيتكرنوا بالأسماء العظيمة في جيل 2006 و2008 و2010 دلوقتي بنقول إن إحنا بقى عندنا جيل محترم جيل محترم يقدر يكسب البطولة